قلت للصبكي أنا عايز أعمل فيلم تجاري رومانتك كوميدي ده مش قول تعاون بينك وبين الصبكي لا اشتغلنا قبل كده عامل الفيلم بتعامل ساعد مش كده ريجاتة اشتغلنا ريجاتة ساعد أما قلت له أنا عايز أعمل فيلم تجاري رومانتك كوميدي شكله مش بيئة شكل الفيلم مش وحش قلت له عايز أعمل فيلم تجاري صورته حلوة جدا ديكوراته حلوة جدا دي شكله مش بيئة ديت علينا على ايه؟ على حاجات كتير بتحصل على الأفلام كتير بتحصل بصي أنا مستعيدة رشا هتلاقيني بقولك الفيلم فلاني مش عجبني أو الفيلم اللي موجود في الحتة الفلانية مش عجبني لأن ده مش دوري أنا مش طريق شناوي أنا محمد سامي المخرج رأيي أحتفظ بيه لنفسي أشوف اللي حوليه لوحش عشان أنا أعمل الحلم مش عشان أمتفل المخرج لأ أنا بتكلم عن حوار بينك وبين الأستاذ السبكي تحديد أستاذ محمد السبكي أنا أقولت له أنا في نوع فيلم يعني أنت عارفة محمد أنت في السوق يقولك السبكي ستايل ما هو السبكي ستايل دي برضو أنا معترض عليها سواء محمد السبكي أقول أحمد السبكي أول حاجة خلينا نقول طالما جبنا سيرة السبكية نتكلم عنهم بالحق جدا أحمد ومحمد السبكي اللي اتنين النهاردة أكبر منتجين في مصر وهم اللي بيعملوا أفلام كتير جدا أكبر منتجين من حيث الكل هم اللي مستمرين في الإنتاج رغم كل صوبات اللي بتواجه صناعة السنة كلام جميل وكل ناس دول عرفاه واتقال الكلام ده أكتر من مرة لما أنا جي أتكلم عليهم النهاردة أقول هم مش بيقدموا فيلم بيعجبنا وفيلم ما بيعجبناش فيلم زوق اللي هو الطبلة والرق والليسي والحاجات واللي هو الفيلم بتاع زوق ناس معينة بتاعت ناس بتحب تدخله في العيد فيلم بيسموه فيلم العيد دايما كتجار وبيقدم برضو فيلم ما هو كان عامل أحمد السبكي برضو فيلم زي ساعة ونص وفيلم زي كبري وفيلم زي الفرح وفيلم زي فيلم هالي سلامة وهدي البجوري اسمه عمر وسلمة كان محمد السبكي وهم الاتنين عمروا برضو مستر كارتي ومرأة هزة عرش مصر بس يا محمد هنا الناس بتقول يعني إن في لما تاخد كل الأفلام مصرح ورقاصة وناس عادة بتشرب يعني ده الناس لكن ده أفساد أفساد لقيم المجتمع انت عايز تقول إيه وبعدين على فكرة محمد انت عارف كويس قوي إن جمهور العيد في مصر جمهور أسري يعني ما حافظه واحد بياخد نفسه يدخل السينما ده بياخد عائلته وليده يدخل السينما لا غير صحيح إزدان حمد جمهور العيد ده لا في أماكن وأماكن في سينمات في سينمات يعني أنت وسط البلد مش أسر وسط البلد في العيد ده مش أسر وسط البلد في العيد ده شباب رايحة تعيد شباب رايحة تعيد تبسحلوا وتتفرج على ناسهم فاندم يروحوا في مكان تاني بصي يدخل فيلم آخر ما هو أنت هتدخل فيلم ناس ده خلاب صغات وبتبلى وبتقف على الكراسي وفيه فيلم تاني ممكن تقعد تتفرج عليها على الشاشة ده فيلم وده فيلم على فكرة بصي طالما دارت كاميرا وتصور الفيلم وتمنتج والطبع ونزل في السينما وأجازت بيه الرقابة ده اسمه فيلم تايتانيك اسمه فيلم وأفاتار اسمه فيلم وأوحش فيلم يشوفتي في حياتك اسمه فيلم يعني زي بني قدم حلو أوي بني قدم وحش أوي والاتنين بني قدم والاتنين مسمى بتاعهم فيلم الفيلم ممكن يعجبك أنت ما يعجبنيش ممكن يعجب ناسي يعني أنا مثلا كان نازلي فيلم مرة وبعدين نازل قدامه فيلم أنا مش عامل اعتبار أني ده فيلم مهم من وجهة نظري أنا كان فيلم إيه ده مش هقول طبعا فالناس قالتلي ده مش لسه إيه اللي هقول لكل حاجة بصراحة لا لا ناس في حاجات مش صراحة قوي كده في حاجات فقالي الفيلم ده لقيت الراجل كنت واقف بحلق فالراجل الحلق قال لي بقى اللي شكله جامد قوي ورح قال لي الاسم فيلم التاني ففهمت أني فيه فيه طبقات كتير جدا في المجتمع كلهم كل واحد منهم ليه هدف في فيلم معين طالما رقابة أجازة فيلم لحمد أو محمد السبكي حراك ما تكلمهمش خالص مش من حقك تكلميهم خالص هم ناس النهاردة بتنتج فيلم محمد السبكي أنتج لي أهواك وأنتج فيلم تاني وأنتج فيلم تالت وبينتج فيلم رابع وبينجهز معه فيلم جديد كويس جدا وراقي جدا يعني أصدك إنه هو بيعمل لكل الناس بيعمل لكل الأزواج بيعمل لكل الأزواج وإنت حر دخل ده ومدخلش ده أه بالزبط الآن أحررتك السينما أنا على فكرة مش ضد إن السينما يقف فيها أي حاجة مش ضد السينما يقف فيها أي ألفاظ أي مناظر أي خدش حياء أنا مش ضد السينما يقف فيها أي حاجة حضرتك من حقك ما تتخليش بس التنوب ده مش موجود يا محمد التنوب اللي انت بتقوله ده مش موجود لا مش موجود فيه نمط معين لأفلام معينة هي دي لدرجة ما أصلي أنا هنا لا أنتقد على فكرة أنت عارف ده لا أحمد ولا محمد السبكي لأن حتى من ينتقدون هؤلاء يورونا إنتاجهم هو دي الفكرة أنا أقولها المنتج بالمنتج يعني أنا مؤمنة بدأ وفين هم أنت محافظين على هذه الصناعة اللي كانت ناس بتاكل عايش منها لا وحن تقولون في وسط الأفلام أنهم أفلام كده وأفلام كده أه بس هي النقطة برضو أنه بقى خلاص فيه أنت أقولك حاجة محمد فيه ناس وناس عادية في الشارع من غير ما تشوف إنتاج مين هتقولك السبكي ما هو دي خلط أقول لأ حريك على حاجة حررتك لو فيه شارع تجاري كم مشهد كده من الفيلم بالتركبة دي السبكي فيه شارع تجاري كده فحررت دخلتي فتحتي فيه محل مثلا بتاع كافيار وهو شارع شعبي تجاري مش هتبيعي كويس بس لو رحتي في مكان تاني مش تجاري رحتي جاردن سيتي ولا زمالك ولا مصر الجديدة بيعتي كافيار هتلاقي زبونه هو المجوريتي في مصر A class ولا B ولا C الكم الأكبر في مصر A ولا B ولا C C هم أكتر ناس في مصر C class هم أكتر ناس في مصر C class ليهم زقهم في المسلسلات C class ليهم زقهم في الأفلام أنا عايزة بس A و B و C دي بس عايزة تكلم عن مستوكت معي أنا عايزة تكلم عن طبقة المتوسطة المصرية هي فين طبقة المتوسطة هم فيه طبقة المتوسطة المصرية النهاردة انت بش رافني فيه لا طبعا ما فيش احنا بقينا طبقة A class وطبقة C class ما فيش B class يعني فيه اللي فوق وفيه اللي تحت ما فيش النص طبعا 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 زمان أسمع من أمي وأبويا ان كانت كل الناس B class وكان فيه ناس A's وناس اللي هم C's دول قليلين اه طبعا المتوسطة كثير في النص انت عندك الطبقة C class هي أكتر طبقة طبقة انت قصدك يعني الطبقة البسيطة الشعبية الطبقة البسيطة الشعبية الفقيرة الطبقة الفقيرة يا فن هو انت عندك الفقرة أكتر بتزعل قوي حتى لما بيتم تناول الطبقة الشعبية بهذه الصورة صورة البلطجية هم بيدخول يا فن لا ازاي ازاي لا اوقع تفتكري بيزعله اللي بيزعله على فكرة واحد بيطلع في البرنامج هنا عند حضرتك بيكون ساكن في جاردن سيتي فبيزعل لا على فكرة الطبقة الشعبية احنا لو نزلنا وقفنا مع بعض في الحارة هنلاقي الاتيتيود العام للحارة هو ااتيتيود في خناقات هنلاقي الاتيتيود للحارة هو ااتيتيود في شتاين هنلاقي الاتيتيود الحارة هو ااتيتيود في عشوائية في مبنيهم عشوائية في لبسهم عشوائية في أزياءهم انت عايز تخلق من ده نموذج إيجابي ازاي يعني هنقشك في المسألة تعني لما يتعمل عبده موتى ويبدأ شباب صغير كده لسه مولود ويقلد عبده موتة هو عبده موتة منهم ولا عبده موتة ده جلهم سبايدر مان ما هو عبده موتة ده موجود هو نجح معهم عشان منهم نجح معهم للمدنون شخصية منهم عبده موتة موجود بس انت وخلاص وفق ظروفه وواقع معين هو موجود انت طالع بناس تانية الناس التانية عايز تخليهم زي عبده موتة ولا عايز تخليهم مزي عبده موتة تبتخليهم بالسينما بس لا أنا مع حدرتك في حاجة بس عايزة أسأل حاجة مهمة هو إحنا السينما بس هي الشيء الوحيد اللي بتخلي الراجل ده عبد الموتى هل السينما هي الحاجة الوحيدة يعني الراجل ده ما بيروحش مدرسة ما بيعملش حاجة Karena هو بينزل كل يوم يتفرج على عبد الموتى ويرجع وهو ده المودل رول بتاعه رول مودل بتاعه وهو ده اللي هو اللي شاهدة عنه النمذج المبهرة يا فندم النمذج المبهرة دي حضرتك في المدرسة بتخلية عبد الموتى الآن لسه بتحب اللي يخرجوا السينما لما لوك عامل شعرك كده محمد عايزين عامله زي عشان بيحب محمد تاني ده بيروح الصبح في المدرسة بيخلوه عبد الموت بيركب الصبح المترو بيخلوه عبد الموت بيوقف الشرق بيكون عبد الموت نا أنا بدافع عن حاجة واحدة بس أنا بدافع أني دايما عشان إحنا بنعمل شو بيزنس فهو دايما بيحاسب حساب الملكين إحنا بنعمل حاجات تانية عشان إحنا ظهرين فبنتحاسب جمد قوي بس في ناس تانية بتبوز حاجات أهمة كتير جدا مش ظهرة وبتحاسبوش خالص أنا النهاردة عايز أحاسب كنتحاسب زيهم ليه؟ عايز أكون زي مين؟ زي اللي بيعملوا كده اللي بيخرجوا أنا مكنش زي حد أنا أحاسب أنا كمحمد سامي مش عن وجهة نظري عن مجمل أعمالي أنا أتحاسب عن مجمل أعمالي أنا قدمت للناس إيه؟ أنا قدمت صبق الإسرار وقدمت آدم وقدمت حكاية حياة وقدمت كلام على ورق وقدمت رجعتها وقدمت رؤية فنية إخراجية متميزة ودخلت في تحديات كبيرة وفي حاجة قلتها لي حلوة قوي أنت عارف أن الصورة العكسية برضو بتجيب نتائج سيئة يعني صورة طول وقت أنك تجيب مصر عشوائيات وعشش ومصايب وبلطجة ما هو ده مصطح أنت عندك أنا عندك الصورة الحلوة لمصر أنا بشوف مصر حلوة أنا بشوف مصر حلوة بس بتدايق وأنا بصورها أنا بتدايق وأنا بصورها لأن مثلا أنا روح الألعة أصور في الألعة أقف تلات أيام بخسل في شبابك الألعة عشان أصورها عشان تتصور لأن اللي فيها مش مخلينها ينفع تتصور بروح أصور على كبري حديد عملوه ناس مش مصريين وصابوه شكله أنتيك حلو ماينفعش أن أنا روح أصوره وأجيب عربيات مطافي وعد أخسل فيه من قبلها بأسبوع ماينفعش أن كل الأرض عليها حاجات ماينفعش الرصيف عليها حاجات التكيفات الحاجات إحنا ما بناخدش بالنا من منظر الحاجات أنا عشان أعمل أنا ما بعمل أم بصور وسط البلد أنا بقعد أمسح التكيفات ويفط الدكاترة والمهندسين أنا مش شامل لغاية دلوقتي مثلا فكرة يفطت المحامي اللي في البلكونة أو يفطت الدكتور في البلكونة يعني هلأ أنا أكون معدي في الشارع مثلا عدي من وسط البلد فهفتكر أن أنا عندي قضية فهشوف أني أستاذ الفلاني الفلاني مستشار بالنقد والمحامي بالنقد والإدارية العليا هم طالع له دلوقتي